موسيقى قرر بعيد الميلاد الجمعيات طبعا رح تعرض أعمالها ونحن كمان عم ننبش على الجمعيات اللي بيقدروا يعطونا يعني أعمال حلوة وبنفس الوقت نكون نحن عم نقدر نفيدهم ونساعدهم ونقف حدهم أكسوفيل اليوم رح تخبرنا عن معرضة معرضة سنوية بس نحن نجع نعرفكم كمان على الجمعية أكتر شوي أهلا وسهلا فيكم معنا بسيديو مادام ماري فهد حضرتك مسؤولة شؤون تربوية بأكسوفيل معنا مادام يولا غانم كمان عضو باللجنة الإدارية ومسؤولة عن المشاغل بأكسوفيل أهلا وسهلا فيكم بدا نرجع بس نذكر لمشاهدين مين أنتو أكسوفيل جمعية عندها مركز للتربية المختصة لنا 35 سنة السنة عم نحتفل بال35 سنة على تأسيس أكسوفيل في مركز للصغار بيهتم بالولايات زوية الاحتياجات الخاصة من عمر الخمس سنين للسبعة عشر سنة وفي مشاغل للكبار من عمر السبعة عشر وما فوق للأربعين سنة الاهتمام هو اهتمام يومي؟ اهتمام يومي بيجوا بالأوتوكار عبو كرامت للمدرسة العادية يعني بيجوا الساعة 8 من بلش لتنين ونصف كمان برجعوا بيجوا بالأوتوكار مجرب قد ما فينا نعطيهم نزام حياة عادة مثلهم مثل إخويتهم يكونوا عم بيأخذوا الاهتمام الكيفي من تعليم من توعية من تنمية قدرات ويكونوا قد ما فينا عم نتنجهم بالمجتمع وطبعا اقتصاسيين عم يهتموا بالموضوع مشاغل مدام غانم يعني كتير ملفت لهذا النظر انه الجمعيات يلي عم بتقدم لنا اشياء حلوة بمعارضة هي جمعيات عم بتكون صارت محترفة المشاغل عم بتكون محترفة وعم بتكون عم بتقدم اشياء حلوة ممكن عالميا يعني موجودة هالتكنيكسي اللي انتو بتستعملوها فقبل ما يوصلوا للشباب والصبايا ويقدروا ينفذون في شغل عليكم كتير اكيد في شغل نحنا المشاغل عنا في عنا اول شي مشغل خياطة وتطريز يلي بينتج اشياء هيك ايدي قصص للبيت اكيد والتطريز وكله على تحت وصيات وطلب كمانا بيقدموا البدونية وفي عنا كمانا مشغل القش والموزيك الموزيك الولاد كتير مديقول الجان اللي عنا كتير شاطرين وبحبوا هال الموزيك هيدا اللي بنعملو وفي كمان عنا البوتري البوتري كمان عنا قصص يلي هي للاستعمال بالمطبخ وقصص يلي هي للديكور كمان وهلأ من شي سنتين تقريبا فتحنا قتوليات طبخ المطبخ يلي هو عم ننتج فيه كوكيز وقصص هيك بسكوية عبتنعرض بالمحلات صارت وبالقيام اللي هي بموسم العيادو هيك عم نعمل الاشياء اللي مميزة فينا اللي هي مثل الجنجر هوس اللي بلشنين نحنا من سنتين وبعد هلأ كل سنة عم بيكون أحلى من سنة سنة في عنا قصص جديدة عنا ترينز عنا كيف عنا يعني قصص جديدة مميزة فينا نحنا كريستولين القصص اللي هي خرج الميلاد هلأ هو اللي عم نعرضه ان احنا بالمتل ما قلت بالمعرض اللي هو بالرابي كلاب عم بيكون من ستة وسبعة وثمانة من الساعة 11 الصبح للساعة 7 مساء وبالقيام العادية موجودين بالمدرسة يعني اللي بيحب ما عنده وقت يروح لزور هالمعرض بيقدر يتوجه لهنا على المدرسة وين نشوفه المدرسة بيطميش دير طميش هي حد دير طميش حد دير طميش بين مدرسة الشانفيل ودير طميش هلأ كمين؟ حد الشانفيل عخينا نشوف الصور والمعرضات في عنا صور هذي مثلا في عنا هايدي بوتري هايدي شي من عزل الملح يعني عم قلك قصص نحنا منفكر فيها بطلع هاي مملحة؟ مثل ملح طي نحط فيها الملح انه شكل اول شي ديكوريتي وقصص جديدة ما بتلاقيها وين ما كان هذي في معي بحب احكي كمين انه انا بيهل هيدا مثلا هيدا بيت هيدا بيت هلأ عاملينه بحب اقول هون انه انا بساعدني في معي فوق العشرين ست بيجوا بساعدوني وهلأ بحب اتوجه لقلهم واشكرهم عكل تعبهم وعكل هالجهد اللي عم بيعملوه معي لان لو ما منهم ما بنقدر نوصل لهون صراحة بعدنا هون بالفخار هوا قصص مثل بري كمين ها ديكوريتيف اكتر كمين هيدا هاي شغل الاش هيدا كراش من الاش حالو يعني فيه كمين فيه ناس واسبا بيجوا بيقصدوا تايخدوا هالكراش والمرأة كمين قبل في عنا البيوت من الجنجر كمين امرأة قبل مدام فهد كان عندك شيء ايه كم بدي اقول انه نهار الجمعة على الافتتاح على الساعة 11 رح يكون فيه اسم من تلميذ المشاغل اللي هني كمين عنيه كورال يعني بتعلموا الموسيقى من ضمن المنهج التربوي رح يكون فيه كورال رح يغنوا وفيه قصم منهم يلي بدأ يقاع برافي مع استاذ الموسيقى بالمركز لمدة نص ساعة ورح يكونوا عم بقدموا يعني الاشخاص اللي بيحبوا يزوروا المعرض هيك رح يشوفوا كمين شبيبة تبع المشاغل بنشاط تاني بالغنى بالهالرسيتال الصغير اللي رح يقدموا وبعدين رح يكونوا كمين معنا على الطاولات هيك فيهم يتعرفوا عليهم ويشجعون على تيتحمصوا يكفوا يشتغلوا بهالمشاغل كمسؤولة تربوية مدام فهد شو همية يعني هالاشغال اللي عم يعملوها الشباب والصبايال يعني رح يقدروا هني يعملوا في ناس ما لحالهم يمولوا هالجمعية هني من تعبهم شو هم ميتها نفسيا لقالهم هلا إذا بدي قول تمويليا يعني المردود هو دعم لأكسوفيل بس إذا هني بديوا يشتغلوا فيه من شخصيا لوحدهم ما أنه كيفية يعيش إنسان للأسف باللبنان يعني هيدا أكازيونال هلأ منسبة الميلاد قادرين نبيع بس في شغلة كتير مهمة لقالهم وقت يشوفوا هالسل اللي أنا عملتها أو هالفخار هالصحنية اللي اشتغلت فيه هنا بيعرفوا غريب كيف بيعرفوا أشغالهم هاي أنا عملتها اشتغلت فيها بحسوا بيعرفوا بس تنبيع بالنسبة لقالهم مثل الشهادة عطينيهم إيها أنه شغلكون حلو أنتو بتشغلوا منيح لكن الناس قدروها واشتروها هاي دي فيها كتير إفادة نفسية ومعنوية لقالهم أكيد والشغل معهم يوميا مادام غانم بها تعرفين هنا عوقات كمان بس يقرب المعرض ويقرب وتعجئ القصة وتعجئ القصة وتصيروا أنتو مستعجدين لحتى اللي كمان تأمنوا للناس هالشيء اللي تعودوا عليه السنويا يمكن بيقصدوكم يعني بيقصدونا مزبوط وهيدا الشيء اللي بتشوفوه هلأ بالبزار بنحضر له بنحضر له بنصفية يعني نحنا مثلا بدي أخيلك أنه نحنا بنصف بنحضر نشتغل قصصي اللي هي القرش اللي هي الموزييك لأنه الشيء اللي نحنا بيخد معنا بركة سيعة رح يخد معها الشبيبة هيدا شيء ساعتين ثلاثة أو أكتر طي يخلص فمجبورين دايما نتفدى الوقت ونبلش بكير بإنتاج لطي يكون عنا منتوج حلو ومنتظر السنة نقلرات لأنه نحنا مغيرين أنه هالسنة أول سنة بنعمله بالرابي كلاب لأن دايما بنعمله بالمدرسة غيرنا لأنه السنة عنا إنتاج أوسع وأكبر والإنسان عم نقوي هالمشاغل هيدا عم نطورها يعني عم نفكر إنه إن شاء الله يكون هالسنة هيدا مميز لأنه عنا بروداكشن أكتر بكتير من سنين السابقة مشان هيك نقلنا على الرابي كلاب تيكون أوسع وأكبر وتتكون مدة أطول الأتلتية بعد أنها دقيقتين بسك نذكر بأهمية يعني الأكسوفال لها الشعب بوستبايا ولأهليهم يعني لأنه طبعا يعني بالمجتمع سيكون في شوية صعوبة لا يقدروا يكونوا عم يتأقلموا وأهلهم عندهم شوية صعوبة لا يقدروا يكونوا عم يكونوا أهل لشخص عنده حالة معينة وكمان أولادتان ما عنده هالحالة فكمان هون في صعوبة أدي الأكسوفال تقدر تساعد؟ يعني فيه شغل مع البسيكولوج مع الأسسانات السوسيال مع كل أكيب تربة وخاصة على هذا الصعيد مع الأهل فيه شغل ينعمل أسبوعيا يعني أكيد فيه أهل تفرد فيه تفاوت بدرجات التقبل أو درجات كيف أعرف كيف الأهل يعرفوا يتعاملوا مع ولدهم أكيد عندهم أخوة عندهم كيف يندمج بعائلته وكيف يندمج بالمجتمع فيه شغل بيصير على هالصعيد هنا نحن مع الأطفال العاديين بدنا إرشاد أكيد أمالنا شغل هيني يعني أكيد خاصة أنه الأهل بحسوا بضغط المجتمع أو أيد بنظرة المجتمع يمكن مالنا دايما صحيحة أنه نظرة المجتمع مالنا حلوة سلبية بس فيه شي من جوا يلي بحسسهم بهالشي نحن كتير بنشغل على هالنقطة أنه لا أنا هيدا الولد إذا بدي أرفض الإعاقة ما برفض حامل الإعاقة كمان بالعكس بدي يشجعوا بدي أنا أطحش على المجتمع ما أنتر المجتمع يجي هو يمدل السجاد اللي إيه هالولد بيجنين من هون من هالأشغال اللي بيعملوها حتى الأهل يعني قبل كانوا نوعا ما يمكن يخجروا شوي أو ما كتير هلأ من لقي بالعكس صاروا بيطلبوا بيطالبوا أنه نكون أكتر فعالين معهم يظهروا أكتر إن كان بهالمعارض مثلا أو بغير نشاطات بنعملها بخلال السنة صار الشغل أحلى وأحلى بس بدي أرجع كمان للمعارض لأنه ما بقف يلا دقيقتين بحب أول إذا في شركات بنوك أو بحبوا يقدموا أوقات على العيد للموظفين اللي عندهم يمكن إذا كنتو كمان بيقدروا يجوا على هالمعارض يختاروا حقيقتاً يمكن ما قطع معنا بالصور في سلل مزينة مع مبيد مع شوكولات كتير حلوين كتير دوفالار يعني يلي ممكن يكونوا كدويات وإذا أجوا على المعارض أهلا وسهلا فيهم يعملوا أو يتصلوا على المركز على السفر أربعة تسعمية وعشرين أربعة خمسة أربعة أو يتصلوا على الفيسبوك كمان سلاش أكسوذيل يتصلوا كل هالصور الأشياء اللي رحت نعرض بالمعارض وينقومنا أكيد أهلا وسهلا فيكم نعبد كل سنة ونعاد عليكم وعاكل شبيبت أكسوذيل مرسي 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 مشاهدينا أوقفي هلا أو منتبع ألايف خليكم معنا ترجمة نانسي قنقر